تعالوا نروح لجهاز حماية المستهلك اللي بيواصل حل شكاوى المواطنين ضمن مبادرة أسبوع صديق المستهلك على غرار مبادرة أسبوع في حب الوطن اللي أطلقها الجهاز أواخر عام 2018 واستكمالاً لمبادرات اليوم المفتوح وقوافل المحافظات الشهرية لحل شكاوى المستهلكين اللي هو دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك كان أعلن إطلاق مبادرة أسبوع صديق المستهلك اعتباراً من السبت أول مبارح وقال إن الجهاز على استعداد تام لتلقي الشكاوى من خلال غرفة عمليات مستمرة على مدار اليوم لمدة أسبوع وإحنا إن شاء الله نحاول يكون معانا الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك لو قدرنا نتواصل إحنا مقدرين إنه هذه خدوا بالكو هذه اللقطات الأول كنت بقول إحنا مقدرين طبعاً إنه في مشاكل النهاردة كبيرة في شبكة الإنترنت والاتصالات لكن هذه اللقطات اللي انتو شفتوها من ضمنها لقطات العربيات ماشية حلوة كده مفيش ميا في الأرض ولا حاجة طبعاً دي لقطات أرشفية لإنها تتحدث عن وزارة التموين أما كل ما شاهدناه لما كنت بتكلم عن المطرة من الصور بتاعت الشوارع الغرقانة والعربيات اللي المعدية المية فيها السقف الأعلى لكويتش العربيات وغيره دي كلها لقطات حديثة ليس فيها لقطة أرشفية واحدة ترجمة نانسي قنقر